وفي إطار تنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي وللعاد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بشأن تطوير 500 خدمة في 24 جهة حكومية ظن مبادرة تطوير الخدمات الحكومية أعلنت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية عن الاتهاء من تطوير 14 خدمة من خدمتها وأكد سعادة السيد محمد علي القائد الرئيس تنفيذي لهئة المعلومات والحكومة الإلكترونية الحرص على دعم مسيرة التحول الرقمي الشامل وتعزيز الربط الإلكتروني بين أنظمة العمليات الحكومية وتوظيف واستثمار التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في مختلف القطاعات الرئيسية والحيوية بمملكة البحرين وبينا بأن هذا التوسع في مجال استثمار التكنولوجيا قد ساهم في تعزيز وتحسين جودة التدمات الحكومية وفي الارتقاء بالعمل الحكومي وتوفير البنية التحديية التقنية القوية لمملكة البحرين والتي تتماشى مع الأهداف التنموية الوطنية وأهداف التنمية المستدامة